مقطع نمساوي دعيشي قرب مركز توثيق النازية والقنصلية الاسرائيلية وخبرنا التالي اللي دفع الموضوع ده خرج علينا خبير ألماني بيقول بينتقد تصاعد التطرف بين الشباب في النمسا وضعف الأجهزة الأمنية وده كان خاص بالستاذ اشتينبيرج اللي أعرب عن قلقه من تصاعد الظاهرة بينتقد فيها النمسا أن الموضوع في النمسا بدأ مش من دلوقتي من زبان من فترة طويلة جدا وكان هناك عملية تدعيش للشباب الموجود في النمسا وحصلت أحداث كتيرة وعلى ضوء ده بيتهم الأجهزة الأمنية بالضعف لعملية ضبط هذه الأحداث وبيتساءل إزاي فين الأجهزة الأمنية من عملية عملية الإرهاب اللي موجودة أنه دفعت واحد يخرج من النمسا من سالسبورغ عشان يروح يفجر السفارة الإسرائيلية في ألمانيا نعم نعم يعني بصراحة الحادثة اللي صارت يعني كانت مشهد مؤسف للغاية يعني اللي شاهدنا أنه من أصل بوسني وقام بهالعملية هاي صراحة طبعا المقابرات النمساوية والشرطة قاموا باختحام منزله ضمن الـ 24 ساعة الماضية اكتشفوا عنده يعني ما في شيء مريب فعليا ولكن هو معروف عنه أنه كان يعني متطرف لتنظيم هذا الغريب في الموضوع يعني هم عندهم خلفية أنه متطرف نعم نعم هذا الكلام صحيح وهو اشترى السلاح السلاح قديم طبعا صلاح بدائي يعني حتى من بندقية قتالية قديمة جدا مزودة بحربة قام بشراءة قبل بيوم من شخص يعني كأنه جامع أسلحة قديمة شيء يعني تراثي حتى يمكن السلاح لا كان ما كان يعمل ولكن تم بيعه لهذا الشخص أعتقد يوجد تحقيقات الآن يعني حول الطريقة شاب زاده 18 سنة نعم ويوصل بيه التفكير للموضوع ده أيوة هون منرجع هون منرجع أستاذ ممدوح منذهب فورا إلى الخبر الآخر البالغ الأهمية والذي هو نزل صراحة قبل يعني ساعة أعتقد من من بدايتنا على هذه القراءة الإخبارية خبير ألماني ينتقل تصاعد التطرف بين الشباب أعرب الخبير في مجال مكافحة الإرهاب جيدو شتاينبيرغ شتاينبيرغ عن قلقه من تصاعد تطرف بين الشباب في النمسا وجهة انتقادات لاذعة لأجهزة الأمنية ليش؟ هذا كلام دقيق للغاية يعني تخيل اليوم تخيل اليوم يجي خبير ألماني عم ينتقد الأجهزة المخابرات النمساوية بسبب شو؟ تصاعد تصاعد التطرف ما بين الشباب هذا واقع شاهدناها قبل أسابيع الشخص اللي كان بده يهاجم حفل تايلور سوفت واللي تم اعتقاله يعني ومع الشبكة التي كانت حوله تقريبا ثلاث إلى أربع أشخاص وأيضا العمليات التي شهدتها ألمانيا كانت مؤسفة للغاية فبالتالي فبالتالي بصراحة هذا الانتقاد في مكانه وهذا انتقاد مستحق للأجهزة الأمنية لأن أنا وأنت ندرك أنه يوجد تماهي تماهي مع العديد من الجماعات المتشددة هنا في فيينا وفي النمسا وفي فيينا تحديدا يا سيد وفي فيينا وفي جراتس يعني جماعات الإخوان المسلمين لها اليد الطولة في العديد من المجتمعات المغلقة هنا في النمسا جماعات حماس المتطرفة والمتشددة والإقصائية والتكفيرية إلى حد ما لها اليد الطولة في العديد من المواقع بصراحة في النمسا فطبيعي بصراحة أضف إلى ذلك أضف إلى ذلك كما قلنا سابقا في العديد من القراءات الخطاب الهزيل التي تنتهجه الهيئة الإسلامية والتي يقال أنها يعني موقفها يتماهى بشكل مبالغ فيه مع ما ما يريده اليمين المتشدد في النمسا فبالتالي يجعل الخطاب هزيل فبالتالي الشاب والشابة يبحثوا عن خطاب يقنوهم أكثر فهذا يؤدي يبحث على الانترنت بيطلع له الشيخ فلاني شيخ علتاني شيخ ما بعرف منين أرعت أبوه جاي بيسمعه بيضطرف خلال 12 ساعة بتلاقي الشخص فجأة صار جاهز أنه يفجر حاله صار جاهز أنه يحول نفسه لقاتل ويدبح ويقيم ويحط يعني هذا الشخص طلع من سالسبورغ وراح على كنيسيود وصار يطلق النار بشكل بصراحة حتى هو مفهوم مو مفهوم يعني مو مفهوم العملية فبالتالي هذا انتقاد بمكانه وأنا أدعو ونجدد بتلمدعين ميرانو وتكرارا هنا في النمسا ميديا إلى إلى مراقبة مراقبة الخطاب الديني في كافة المساجد مراقبتها متابعتها مراقبة تعليم الأطفال مراقبة الإنترنت والتعليقات المتطرفة والمقاطع المتشددة التي يتم نشرها بشكل بصراحة غير مسؤول وغير متابع من قبل الأجهزة الأمنية نعم يعني احنا على إنفو جرات أحيانا بيكون في تعليقات متطرفة من دواعش ومن متشددين بنقوم بحظر الأشخاص أنا ما بديهم يكونوا موجودين عندنا بصراحة عن هذول لأنه في ترويج وفي عدم مسؤولية فانتقاد السيد شاتنبرغ بما كان بما كان نعم بما كان ومحقة ومحقة ويجب إعادة إعادة دراسة وجدول وإن كان المطالب أن يكون على مستوى الأجهزة الأمنية الأوروبية ككل لأنه هو بيتكلم على النمسا يعني 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 بألمانيا الوضع أسوأ بألمانيا الوضع أسوأ بصراحة يعني الوضع أسوأ بس يعني بس إنه من حقه إنه باعتبار مجرم خرج من النمسا وجاب إلى ألمانيا فمن حقه أنه ينتقل ترجمة نانسي قنقر